موسيقى على بركة الله السلام عليكم معكم ايوب من حيلي على الاتشين ايوب ايكونوميست اليوم غادي نكمل ان شاء الله ضروة كوميقصيال هذا الفيديو رقم ثلاثة إذا كنت تفاعل دي لها الضغوة كوميقصيال كي نتفاعل معه مزيان وكدواده غادي نتجابج أنني ندلكم موضي الوحدة آخر يعني غادي نسالي ضروة كوميقصيال مباشرة ندير موضي الوحدة آخر ولكن تفاعل يعني التفاعل دي لكم يخليني نكمل الاقصى درجة باش أنني ندير اللي موضي الكاملين ديال اسكات ما تنسوش باللي كين انستغرام ويوتيوب وفيسبوك كين غروب فيسبوك وكين لاباش فيسبوك غروب فيسبوك يحطو فيه اي حاجة ديال الكوتوب كاشكونت الماكينة واحدة المكتابة كبيرة اللي غادي تلقاهات بما ان شاء الله لاباش فيسبوك فيها اي حاجة عشان تحط له في الجروب لا في اللاشين لا في الانستغرام لاشين يوتيوب تايي كتتحط فيها كل شي وخاشي عاجة ماشي ديال ايوب كتتحط تمايا يعني لكن شي بروف وحدة اخر حط في شي شي وحدة اخر وشي دير شي موضي اللي هو مزيان شرحوه مزيان كنحطوه تمايا يعني ادخول لاشين دخول بلايليست اتقلب غادي تلقى بزاف ديال امور تمام لا في الفرنسي لا في الانقلي لا في اللي الا في الاكونومي انستغرام انستغرام واحد الموسو عالية كبيرة لكن احطووه فيها المصطلحات اه الاقشيصادية بالفيديو بالفرنسي والعربية وبزاف ديال امور لكي يتمام شغيل المصطلحات المهم نكملوا ما نطولك عليكم لزاكت دو كوميرس في هذا الفيديو هدي نقرأ من شاء الله لزاكت دو كوميرس بالنسبة لزاكت دو كوميرس هما بالعربية الأعمال التجارية وعندنا ثلاثة الأنواع في الدرس باش نفرقوا ما بين العمال التجاري والعقد التجاري والنشاط التجاري عندنا ثلاثة ديال المصطلحات يخصكم تفرقوا بناتون بحكم أنني شتب زاف ديال الفيديو باش أنا لنوجد لهذا الفيديو هذا نقيت بزاف ديال الأساسي دا كيقولوا ماشي أساسي دا جامعيين يعني بزاف ديال الناس في اليوتيوب تيقول بأنه لزاكت دو كوميرس هو العقد التجاري كيقولوا العقد التجاري وهذا ماشي صحيح مهم ما نقدرش نقول صحيح ولا لا ولكن ماشي هو العقد التجاري لزاكت دو كوميرس هو العمل التجاري والعمل التجاري شنون الفرق ما بين العمل التجاري والنشاط التجاري في القانون القديم القانون التجاري القديم كانوا كيكتبون design commodity commercial وفي القانون الجديد كيكتبوا design commodity commercial وقلي قولو بانه design commodity commercial зac Ad packaged commodity commercial عمل التجاري يعني واحد العمل تجاري بقاتي تعاود ويقولنا نشاط تجاري ولكن Lact-The-Commerce هي مؤتسة للغاية هو مصطلحات مغادر مع بعضياتهم لا يمكنك أن تصغلي على هذا لا يمكنك أن تكون لديك بلا أن يكون لديك 1 Act-The-Commerce و لا يمكنك أن يكون له 1 Act-The-Commerce يعني ذلك مع بعضياتهم يتم تزيج لكن لدينا نوع مالك نوع نوع الثاني نوع الثاني نوع الثالث نوع الثالث نوع الثالث في هذا الفيديو سوف نرى نوع الثالث نوع الثالث عمل تجاري او 19 أعمال تجارية اللي سوف نشرحهم بالتدقيق باش نصلوا الوحد الهدف ما هو الهدف اللي سوف نصل له من هذا الدرس من هذا الدرس نفرق ما بين الدرس والدرس نفرق بينهم ونعرف ما هو الدرس والدرس تقول لك الدرس العادية عادية عفوية عادية بطبيعة طبيعة دياله يكون هذا عامل تجاري بالطبيعة دياله إلا درتي ذاك درتي ذاك الفعل تسمع عمل تجاري ولكن القانون التجاري مقدرش يشملنا جميع الأعمال تجارية يعني عطينا 19 وهذا 19 انت يعني الشخص يعرف ما بين العمل تجاري والعمل المدني يعني مجمعنا جميع الأعمال تجارية أنا فقط 19 و 19 ما كافيهش وفي نفس الوقت كينا عمل تجاري كيتلقى واحد الفعل كيتلطابق العمل تجاري واحد الفعل من العمل المدني وخاف نفس الدومين واتش الله هنحاول نفرقوه مع بعضياتنا وغاد نفهموه مع بعضياتنا على بركة الله أول حاجة لزاكت دو كوميرس بار ناتيور سي لكوميرسياليتي دو اكتيفيتة كي كومير PE أو كي دون واحد نطابع تجاري ونوعيات التاجي. اليا اسي لا دوز اسبات دين ميم غياليتي اي كي سان اندي فيزيبل. او هنا عندنا واحد جوج ديال الجوانب. من نفس الواقع ميمكناش نفرقو بيناتهم او نجزقوهم. شنو ما جوج ديال الجوانب. او نفي ان يا باد اكتيفيته كوميرسيال سان زاكت دو كوميرس. اي ان يا باد اكت دو كوميرس سان زاكتيفيته كوميرسيال. اذا كشي اللي قدناه في اللغة. ما يمكنش يكون عندك واحد العمل تجاري بدون نشاط تجاري. وما يمكنش يكون عندك واحد نشاط تجاري بدون عمل تجاري. وما واحد جوج ديال الجوانب كيبشي وما بعضياتهم يعني تخيش رات. ضروري يكونوا بجوج. على بركة الله غدي نشوفو هنا يا. قال لك لزاكت دو كوميرس بقناتير سان ا drilling au article 67 do kode de commerce. في قلق اعمال تجارية تقلق ونصص عليها فيحد المادة الاستا والمادي اسبعتي منها مثال متوازات التجارة او من قانون التجارة. يعني المادة الاستا والاسبعة قتتكلم على l'izak de commerce par nature. كي لا ترحظكم ان تعرفون بان المادة الاستا والاسبعוא التي تعرفون بان المادة الاستا والاسبعية قام على l'izak de commerce par nature. уж with Queen & duplicate on la classification legal. ومن ثم فإن هذا الشرط يقع سحت تأثير المؤهلات القانونية سنرى عمل تجاري عمل تجاري ونحاول نشرحها بالتدقيق ونحاول معه لنصل الهدف لنفرقه ما بين العمل التجاري و العمل المدني أول حاجة إذا كنت تجاري ونحاول نشرحها بالتجاري ونحاول نشرحها بالتجاري ونحاول نشرحها أحد الطريقة التي سوف نضيفها في هذه الفقرة سوف ندلكم كل عمل تجاري بالعربية و الفرنسية و هذه القضية لا نصحكم بها فقط لأنها تصدرك بين الوقت وسوف تتفهموا في أي الطريقة وسوف تتكلمت المعلومات بأي طريقة чтобы أنك إleistеть باش بواحد النقطة وفي نفس الوقت تفهموه يعني ماشي الهدف دينا هو الفاليداسيو ولكن الهدف دينا باش اننا يبقى لك هادشي من بعد يعني ماشي الهدف خصي يكون عندك الهدف هو الفاليداسيو خصي يكون عندك الهدف من بعد انك تفاليدي باش هادشي تبقى محتاجه يعني فوق ما احتاجته تلقاه تقول لك شراء شراء المنقولات المادية والمعنوية اي الملموسة وغير الملموسة بنية بيعها بذاتها او بعد تهيئاتها بها اخرى او بقصد تأجيرها اتشري واحد لمنقول مادي والمعنوي يعني ملموس او غير ملموس بالنية عندك النية انك تبيعها كما هي او انك تتعدل فيها تموضي فيها وتعود تبيعها او باش انك تكريها ولكن احنا باش تفهموا معايا غادي نتشيوا بزاف ديالاشياء فقرة واحدة خرزتها اللي هي اي مصطلح كنشوف انه معنك شو خصي تفهموا كنمشي تقلب عليه في ديكسيوني الفقنصي وكنزيدولك هنالتحت هنزيدولك هنالتحت يعني هنالمصطلحات اللي خصني انني نشرحهم لك باش تفهموه وفي نفس الوقت باش انني نكون يعني كنعاون باش انك تفهم مصطلحات بالفرنسية ويكون عندك الترجمة ديالهم يعني الديفينيسيون ديالهم بالفرنسية والله يجازيكم باخير الفرنسية شي عاجلية مهم ما وما ستسغنوش عليها كل نهار حاول انك تختم شي حاجة كور ديال الفرنسي وتتبع كنحط لكم فيديويات فلا باش باش انكم تتبعوا مهم ضروري من الفرنسية حاولوا انكم تبع يعني فقط كنديلكم العربية ديالبا غير باش اننا نوصلو الواحد بالهدف نحققوه ولكن في اصلا وقت خصنا شوية بشوية نقصو بالعربية شوية 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 كنوليو كان نهارو بالفرنسي وكان شرحو بالفرنسي وكان مش ندسكوتي وكان نقشو بالفرنسي عندنا موبل عندنا كوربوريل عندنا ان كوربوريل موبل قال لك موبل أبجي كي غارني كي أورن شامبر ان ابرطة من ان ميزان او بيان كنبا ايموبيليا وวاااا출 مت true ان هناك موبل قي دعني كي يوه اما الغرفة يا اما الشقة يا اما المنزيل او واحد الممتلقات المشي هي عقارات مشيه رقر ما شعقار ما شعك موضح Wakanda. شي حاجة عندها الشكل. يعني عندها يني عندها وحد شكل. عندها وحد الجسد. وماتيريال فيزيك. شي حاجة ملموسة. فهمتيني؟ واحد الماتيريال ملموس. وللاقينا موبل كوربوريل شي حاجة شي اتاج او شي منقول. كنزينو به او كنموهم تزين او اي حاجة يكون ملموس. انكور بوغيل ما عندو حتى شكل يعني غير ملموس هذا اول فرق باش تفهموا معايا باش نشرحوا كل حاجة مع بعضياتها اول حاجة باش يكون عندنا واحد العامل تجاري باش يكون عندنا واحد العامل تجاري شنو قال شراء اول حاجة شنو ايه شراء تشري تاني حاجة ان هاد شراء يكون موبل كوربوغيل او انكوربوغيل يعني تشري واحد لما نقول مادي او معناوي ملموس او غير ملموس هدي تاني حاجة تالت حاجة نياد البيع انك ناوي انك تعود فيه البيع تعود تبيعه يعني في اعادة يعني اعادة البيع انك تكون تعود تبيعه ورابح حاجة اللي هو اخر شرط اللي خصي يكون عندك نيات الربح انك تكون باغي تربح من ذاك الشي انك تكون تتربح فيه ماشي انك غير تشري وتعود تبيعه من اجل لا شي لا خصي تكون كتبيع وتشري باش تربح فورا الى تحققوات شروط غد يكون عندك واحد العمل وهو عمل تجاري لابا اندوزو الحاجة اخرى موبل كوغبوغيل غدينتعمق معاكم فاد واحد حيش تخصتكم شفينوه بالمزيان ماشي تقرأ شراء المنقول مادي دعم ح 45 سإن هذا ماذا يقول كل مادي او معناوي ملموس او غير ملموسotte ويتحقك نصفة في فمت واذا شحبك رصي في فمت باش نكون عندك الامتيلة باش تعرف انه وكيفش يكون عندك عندك عمل تجاري وماشي عمل مدني قرأ لكم موبل كوغبوغيل بحالاش بحال الفانداء بحال الزاقصي لأسهم يعني شعاشة غير ملموسة يعني معناوية لموش الريع قال اي موبل اي موبل شرينه باش نعاود فيه البيع فهو كيتتابر اكت دوكوميغس عمل تجاري نتاكم متاب واحد شخص شراء طنوبي باش يعاود فيها البيع يعني شراءها ويعاود فيها البيع عنده النية باش يعاودي بيعها هذا وش كيتتابر عمل تجاري اياه كيتتابر عمل تجاري اكت دوكوميغس اكت دوكوميغس عمل تجاري اكزامبل دو نعطيكم مثال تاني لمعطي نضربها بواحد الورتة ورث الطنوبيل وعاود فيها البيع يعني هنا هي ورث ورث ماشي شراء ورث وعاود فيها البيع واش هنا يتحققنا الشرط دير الشراء لا يتحققنا فقط الورث وعاود باعها يعني ورث وعاود بعدك الطنوبيل هذا كيتتابر عمل تجاري اكت دوكوميغس لا هذا ما كيتتتابر عمل تجاري وانما عمل مدني اكت سيفيل لا حقش ما تحققنا الشرط اللي هو لاشا ما تحققنا الشراء فهمتوني؟ يعني لا فهمتوا هذين دوزو ولكن يمكن انه لاشا تعوض هنا واحد الكلمة اللي هو لدخوك اللي هي المقايضة الشراء ممكن تكون بلصها المقايضة شنو هي المقايضة؟ هو استبدال الشيء بشيء آخر يعني انا مشيت عند واحد شخص اعطيته طنوبيل وعطاني اعطاني مثلا اه اعطاني واحد لاماشين هذا كيتتسمى يعني ممكن يعوضنا الشراء يعني ممكن يكون عندنا هنا لطخوك يكونك يعوضنا الشراء المهم هذي بينا نعطيكم واحد لإكزامبل ثلاثة ثلاثة نمخنطر شراء طنوبيل باش يستعملها الراسه في حياته داس عليها الوقش عاد بغي بيعها يعني شراء طنوبيل ولكن استعملها في الحياة اليومية دياله وداس عليها واحد للوقش وعاد باعها وش هدا عمل شجاري أكت دوكوماكس؟ لا هذا ماشي أكت دوكوماكس لاحقاش حيت شراءها ما كانتش عندو نيا ديال انه يعوض فيها البيع باش يربح منها فهمتش عندو نيا ديال الربح من نيا ديال انه نيا ديال البيع هدا أكت سيفيل يعني عمل مداني فهمتش نمشيو؟ إلا فهمتش ندوزو لإكزامبل أربعة إكزامبل أربعة تسلمي شراء طنوبيل وعود صلحها بعد تسلمي شراء طنوبيل وعود صلحها يعني بتدل فيها شي حاجة وصلحها وبتدل فيها شي حاجة وعود باعها وعود باعها وش هدا أكت دوكوماكس؟ يا هدا عمل تجاري شنو قل لك؟ شراء منقول مادي أو معناوي باقة ملموس أو غير ملموس بنيات بيعها بذاتها أو تهيئتها بها أخرى أو تغير فيها شي حاجة أو عدت بيعها هدا كي تسمى عمل تجاري ده مذهمتوني ولكن كين عدنا واحد للإستثناءات شنو مهد للإستثناءات؟ قبل ما مشونا للإستثناءات نسيت ما أعطتكم شي مثال على تأجير الكراء نوفل شراء طنوبيل وابقا تيكريها يعني كي عود في كيكريها يعني هات الشخص إلا شراء واحد الحاجة وعاود كراها شراءها وعاود كراها كي تعتبر عمل تجاري هدا عمل تجاري يعني شراء طنوبيل وابقا تيكريها و المويل ولكن هلا مكن نظرو كنظرو على منقول هلا دائما كنقولوا لاشا دي موبل بشيش تشوف ليش اشا دي شي أي حاجة عندنا واحد الخاصية يلي اشا دي موبل كوكبوغير وان كوكبوغير ان شراء واحد لاشا ده موبل كوكبوغير وان كوكبوغير ومشا عاود كراها شرائها 而且 عندها عندها نوعي عاود يكريها هدا كيكتعتبر عمل تجاري عندك بشي تقول لي أشا اHHHH هذا ما ماشي أشا موبل هدا قالNS ليش موبل كوكبوغير فالتا انا لا كنتعتبر موبل كوكبوغير ف�itat فهمت transiently شريتي واحد الحاجة عشرتي واحد الفوتل أليك وأهم شش نش تكر تكر بالتهم يعني كتكري هذا عمل تجاري ولكن عندنا واحد الاستثناءات شنو ما هذا الاستثناءات بحل مثلا بحل النشاط الفلاحي النشاط الفلاحي النشاط الفكري المهل الحرة هادو ماشي اعمال تجارية وانما اعمال مدنية علاش واخا عندهم الهدف ديال الربح واخا انهم يبيعونها واخا هذا مثلا الفلاح ممكن يشري واحد الماشين واحد تركتور ويخدم بها وكذا وهذا هذا ممكن تعتبر عمل يعني عمل تجاري هذا عمل مدني ولكن فقط تعتبرنا الفلاح او النشاط الفلاحي فقط تعتبرنا النشاط الفلاحي يعني عمل تجاري إذا كان ذاك الفلاح عنده مقاولة يعني كيمارس ذاك النشاط في اطار مقاولة هنا في اطار مقاولة او شركة هنا كنقوله بان ذاك العمل عمل تجاري وليس عمل مدني نمشي الانتاج الفكري الانتاج الفكري هو عمل مدني وليس عمل وليس عمل مدني ولكن الناشر الناشر اللي كي نشر كتوبه كتسمعه دار الناشر هاداك عمل تجاري وليس عمل مدني ناشر ناشر ركيشري كي يجي عندو مثلا واحد الكاتب ولكذا وكي يعطيك ينشر هاداك مهم دار الناشر هاداك عمل تجاري نمشي المهن الحرة شكون هم هي المهن الحرة محاميين موتقين وزيد وزيد ثم تعتبروا اعمال مدنيه وليس تجاريه يعني اقت سيفيل وليس اقت دو كوماكس بخبرقوا معي يعني كي تعتبروا اعمال مدنيه نمشي الصانع الاسنان مثلا هذا الناس ستنائج واحد صانع الاسنان هو كي تعتبر مهن حرة مهن حره صانع الاسنان ولكن صانع الأسنان ما كنت تعتبرش من الأعمال لماذا ليوك إنه ما عملتش جاري هنا ما شيء كان يكتل عليكم كان أعطيكم أمثلة باش تفهموه كان أعطيكم أمثلة بزاف استدناءات باش ما يمشيش أستاذ يقول بك يعني خدر يحطك مثلا نشاط الفلاح ويحطك فيه شيء حاجة شيء حاجة من المهنة الحرة وكذا وهذا ما تقول بشخص كتعرف لاكت تيكوماكس و لاكت سيفيل واخا قلنا لصانع الأسنان علش عمل اللي هو عمل تجاري لاحقا صانع الأسنان كيشري المواد الأولية كيشري ذلك المواد الأولية مش كيصنع الأسنان وكيعاود يصنع وكيبيع وكيبيع لهذا هذا عمل يعني تجاري يعني كيشري وكيعاود البيع هذا عمل تجاري ولكن طبيب أسنان طبيب أسنان عنده عمل مدني ومشي عمل تجاري المدارس الخاصة المدارس الخاصة والجامعات الخاصة كيت تعتبروا أعمال تجارية المدارس الخاصة والجامعات الخاصة كيف تعتبرون أعمال تجارية المهن الحرة علش كيف تعتبرون أعمال مدنية شنشكر واحد صادق ليتنسيت محمد شحاجا نسيت الاسم ديالو ليحطوا واحد سؤال لي وازوين بزاف صراحة لله وانسيت نزيته الشلدة بعد تفكرتوا فلاباش فيسبوك وصول على وقيل النشاط الفلاحي وعطى المهن الحرة وعطى شي حاجة أخرى ثالثة قلكوش تعتبر عمل مدني ولا عمل عمل مدني ولا عمل شجاري المهم هذو كاهم ما كنتجاوب عليهم دابا حاليا علش كيتعتبر الناس اللي في المهن الحرة كيتعتبروا أعمال مدنية نعطيكم التعليم الشخص في هذه المهن يعتمد على الكفاءة ديالو الشخصية المهنية والعلمية ومهاراته الخاصة والتي تكونت لديه خلال سنوات دراسته والتي لم يسبق له ان اشتهاها يعني مش لاش ذاك الشي هذاك الشي رميهنة تجريبة ديالو وكذا يعني ذاك الشي تجريبة ديالو كيتعتمد على الكفاءة ديالو الشخصية والمعنة ديالو العلمية والمهارة ديالو يعني اما ذاك الخبرة ديالو ولا قرأها عليها هكا ما كنتعتبرش أعمال تجارية يعني ما عندناش شراء ماشي لاشا ما تحققناش شراء شراء شرط ديالو الشراء نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الشي بالتدقيق لحقاش حاولت نضيطيق هاد الشي باش أنكم تفهموا معايا مزيان ديالو الثاني حاجة الثاني حاجة ماذا نقول لك؟ استعجار او اكتراء المنقولات المادية او المعنوية اي اتاج ملموس او غير ملموس بهدف تأجيره من الباطن استعجار او اكتراء المنقولات المادية اللي عدرنا اليوم ديالو بالهدف تأجيره انت قادي تكري باش تعاود تكري مرة اخرى بحال هاش نعطيو اكزومبل اخونا المسرك الكرة واحد طنوبيل باش يعاود فيها الكرة يعني كرة واحد الموبل كوخ بوغيل باش يعاود فيه الكرة كرة واحد لا ماشي واقي يعاود فيها الكرة هادا كيتعتبر عاملش جاري نعطيكم مثال حقيقي باش تعرفوا كيفاش باش ميجيكوش الشي غريب لزوطين بحال لزوطين كيكريو طنوبيلات من عندوك هولااا الشركات ديل كيرا انو كيكريو طنو مبيت لاج وكيراود لوطين كيكريو من المل قليل تيله مثلا الكليان ديله بغى يجيبهو شواحد من المطار تيقول لوطين كريليش طنوبيل انهو اليجيبه من المطار يعني لوطين هيكري طنوبيل كيعاود يكريها لذاك الكليان ديله باش يتنقل فيها كسيحة ولي يجي من المطار ولدهs يعني هذا كرا واحد الموبل كوربوغيل باشي عاود يكريه يعني لو طيل هذا كي تسمى عمل تجاري هاتشي واضح ولا ندوز هاتشي واضح لنكمل ولا ندوز المهم دوزه ثلاثة راشا دي موبل envie de le revendre en leta ou après transformation قال لك شراء العقارات بغرض إعادة بيعها كما هي أو بعد تحويل يعني بعد تعديليю تعني بعد بعض تعديليها أو تغييرها عندنا هنا مصطلح مع失وب موبل لو كيف ن عجل code كان ليس تم تحويل لاتصبحها يعني شيئ ع modules ما نريد لحقه المنظمة الموبل ما نرأniwhile abajo الموبيل منتعة Sch dying أعلى أن تحرك أو العقار أرض Isaac Thomas ниц دار وقيعود فيها في البيع، فواقق تر negraع، فالآخر توا dance. هذا يعمل لتجارية العامل مدني هذا العمل مدني ومشي عمل تجاري يعني شريك واحد دار وسكره يجاهز احده دار استنتعتمر ذلك حسناه عمل مدني ولكن يعني شريك ت reservation ipark feito your day postate تستيها بالآتات ديالها يعني جهزتها وكتعود تكريها هذا عمل شجاري مااشي عمل مدني شو الفرق يعني لا شريشي دار وخليتها خاوية وكتكريها يعني كتكريها عادي طلبار كيفهمو شريشي انت كتبشي تكريم عند عند شي واحد يعني من كتبشي تقرأ طلب لي خارج المدينة لماشي ولاد المدينة وكيقرأوا هذا كارين هذاك عمل مدني يعني كتكريم عند واحد شخص ولكن الى هذاك الشخص كانت يكريرك كيكريرك يعني دار مجهزة كل شي فيها ليفوتوا فيها كل شي هذك كتما عمل تجاري يعني كين فرق قصكم تفرقوا ما بين هاتش سمحوا لي غادي نوصلوه هنايا وغادي نحبسوه ان شاء الله علاج لاحقاش ان دبك ندير المونتاج للحلقة وكيبلي بانه وصلنا 24 دقائقات قريبا نساعة ونساعة يعني يمكن بغين حطها ولا كتفوت ساعة كتتاخذ وقت طويل مع الكونيكسي وتقيله لهذا فطلت غادي نحط لكم هذا النص هذا دي النص ساعة ومبعد علامة تسالي النص الاخر يعني من المونتاج تسالي من المونتاج يكون ديك ساعة حطيت وتما يلا كتخدموا مع هاد الفيديو هدا رقم ثلاثة هاد سالي وهتلقاو الفيديو رقم ربعة واجد وهي هادي كنكون غاديين يعني به هاد السلسلة هادي به هاد التدقيق ما تنسوش كيف العادة بقت نقول لكم واحد بل حاجة ما تنسوش انكم تفعلو مع الاصدقاء دي لكم تبرتاشي مع الاصدقاء دي لكم فنفس الوقت انكم تنطخلوا للاشين وamentosقون أيضا مع اصحابكم باش ن Outro per大丈夫 باش نبقا اللاشين میں 10000 وشي عاجة خاصت توصل الشورط اللي كتحتته هو انه توصل لالف أبوني ولا من بعد يعني مكتدو زل الفترة دي المدة كتحيد كي تحيدوا ليشين اللي وما شاكين فيه يوم لحقاش ألف أبوني كي تكون مشكوك فيك لا بغيتوا لا شين تبقى حاولوا أنكم توصلوا لألف أبوني وشكرا بزاف لكم وفعلا أنا فرحان وقسموا بالله حتى فرحان بزاف وخاء أنا حاليا نفسية ديالي محطمة شوية ولكن أنا فرحان حيث شرح شقدروا كوميرسيال واحد الحاجة اللي هي كانت نقطة ضحف بالنسبة لي وكنت كلمش ينسوه الناس اللي تبارك الله اللي كنشوفهم فاعمين وكنت نسوه لأشي حاجة في دروك وميقصير ولا فقع لي ماتي اغطية وغيك ممكن كي يتعامل معايا بواحد طريقة لي خيبة وأنا مبغيتش هاتشي يتعامل معاكم ولا يوقع معاكم عليها أنني حاولت أنني نتغلب على على الخوف ديالي ونتغلب على هاد نقطة ضحف ديالي باش أنا نشرح واحد الماتي اغطية اللي كانت كتشكل لي خوف وكنت كنهرب من هديمة وفي نفس الوقت باش يكون تحفيز لكم وتشجع لكم تانتم ما ما تخافوا انتشي حاجة أي نقطة ضحف ديالكم ونضواجوها وان شاء الله رأي ما يكون غير الخير إلا بلكم بأنه كين واحد تحسون وكين بأنه كي بلكم بأنه كين واحد تشرح لي وازوين ما تنسوش أنكم تقولوا لحقاش هلشي كيش تشجع لي وفي نفس الوقت كنت نصدر تقييم لحقاش أنا كنشرح دابا وما عارش تقييم ديالكم واتشي مهم بالنسبة لي ضروري ضروري خصيك تحطوه تقولو اللي يجازيكم باخير باش نعارف راسي يمرج لي أنا أخش شكرا بزاف وسع تكون بروكا نطلقاوا في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة